الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 دائرة فتح التحكم في تدفق الهواء في الديزل ما الذي يعنيه ذلك يمكن أن ينطبق رمز مشكلة تشخيص المحرك DTC العام هذا على جميع المحركات المجهزة بالديزل OBD2 ولكنه يظهر في كثير من الأحيان في بعض شاحنات شيفي ودوج وفورد وجي أم سي على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة اعتمادا على السنة والطراز وتكوين مجموعة نقل الحركة عادة ما يتم تثبيت نظام التحكم في تدفق هواء سحب الديزل DAFCS على مشعب السحب في تيار هواء السحب يتحكم نظام DAFCS في كمية تدفق الهواء الوارد عن طريق تغيير الإشارة إلى محرك يتم تشغيله بواسطة وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM يقوم المحرك بفتح وإغلاق لوحة الخانق التي تنظم تدفق الهواء يعرف PCM مقدار الهواء النظيف والمفلتر الذي يدخل المحرك بناء على مستشعر موضع تدفق هواء الديزل والمعروف أيضا بمستشعر MAF عند تنشيط نظام التحكم في تدفق الهواء يجب أن يلاحظ PCM حدوث تغيير في تدفق الهواء إذا لم يكن الأمر كذلك فقد يكون هناك خطأ في نظام DAFCS أو قد يكون هناك خطأ في جهاز استشعار MAF يتم تعيين هذه الرموز إذا لم يتطابق هذا الإدخال مع ظروف تشغيل المحرك العادية المخزنة في ذاكرة PCM حتى لثانية واحدة كما توضح رموز مشاكل التشخيص هذه كما أنها تبحث في إشارة الجهد من DAFCS لتحديد ما إذا كانت صحيحة عند تشغيل المفتاح الأولي يتم تعيين رمز فتح دائرة التحكم في تدفق هواء سحب الديزل P02E0 عندما يكون هناك حالة فتح مكتشفة أو مشكلة دائرة عامة أخرى في نظام التحكم في تدفق هواء سحب الديزل يمكن أن يكون قد تم ضبطه بسبب ميكانيكي تلف مادي لنظام التحكم نفسه مما يتسبب في حدوث عطل كهربائي أو مشاكل كهربائية دائرة محرك DAFCS لا يمكن تجاهلها في مرحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها خاصة عند التعامل مع مشكلة متقطعة قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتمادا على الشركة المصنعة ونوع محرك تحكم DAFCS وألوان الأسلاك ما مدى خطورة هذا DTC الشدة في جميع الحالات لن تكون شديدة إذا كانت المشاكل الميكانيكية هي السبب فإن الفشل النموذجي هو سرعة خمول منخفضة إذا كان هناك عطل كهربائي يمكن LAN PCM تعويضهم بشكل مناسب ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P02E0 مايلي ضوء مؤشر العطل مضاء عند سرعة خمول منخفضة محتملة فقط رمز التحكم في خمق وميد إلكتروني لا يوجد تجديد لمرشح جزيئات الديزل لحرق تراكم السخام لن يحرق السخام خارج محفز DPF فقدان السلطة في نهاية المطاف يشكو ما هي بعض الأسباب الشائعة للقانون قد تتضمن أسباب رمز P02E0 مايلي فتح في دائرة الإشارة إلى محرك تحكم DAFCS ممكن قصير إلى جهد في دائرة الإشارة لمحرك تحكم DAFCS ممكن قصير إلى الأرض في دائرة الإشارة إلى محرك تحكم DAFCS احتمال فشل محرك تحكم DAFCS احتمال فشل PCM غير محتمل ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P02E0 تتمثل نقطة البداية الجيدة دائما في التحقق من نشارات الخدمة الفنية TSB لسيارتك قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص بعد ذلك حدد موقع محرك تحكم DAFCS على سيارتك عادة ما يتم تثبيت هذا المحرك اتحكم في مشعب السحب في تيار هواء السحب بمجرد تحديد الموقع افحص الموصل والأسلاك بصريا ابحث عن الكشط أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابفصل الموصل عن بعضها وافحص أطراف التوصيل بعناية الأجزاء المعدنية داخل الموصل تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف إذا تم تعيين رمز ميكانيكي فاستخدم منظف السحب وقطعة قماش نظيفة لمسح رواسب الكربون خلف لوحة الخانق لنظام التحكم في المحرك قم برش المنظف على الخرقة وامسح الرواسب بها لا تقم أبدا برش هذه الرواسب في المحرك حيث يمكن أن تتسبب في تشغيل ضعيف وسوء تغذية ومع ما يكفي من منظف السحب وتلف المحول الحفاز وربما تلف المحرك إذا كان لديك أداة مسح امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة وتحقق مما إذا كان رمز P02E0 يعود إذا لم يكن كذلك فمن المرجح أن تكون مشكلتك هي الاتصالات إذا عاد رمز P02E0 فسنحتاج إلى اختبار DAFCS والدوائر المرتبطة به باستخدام مفتاح إيقاف التشغيل افصل الموصل الكهربائي في محرك تحكم DAFCS قم بتوصيل سلك رقم رقمي الفولتمتر بطرف التوصيل الأرضي في موصل DAFCS للمحرك ضفيرة أسلاك التحكم قم بتوصيل الرصاص الأحمر لمقياس الفولتمتر الرقمي بطرف المحرك في موصل ضفيرة أسلاك مستشعر DAFCS قم بتشغيل المفتاح على المحرك تحقق من مواصفات الشركة المصنعة يجب قراءة الفولتمتر 12 فولت إذا لم يكن كذلك قم بإصلاح سلك الطاقة أو الأرض أو استبدل PCM تحقق من مواصفات الشركات المصنعة لإجراءات الاختبار الكاملة على سيارتك المحددة إذا لم تكن متأكدا إذا نجح الاختبار السابق واستمررت في الحصول على P02E0 فمن المحتمل أن يشير هذا إلى فشل محرك تحكم DAFCS على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد PCM الفاشل حتى يتم استبدال محرك تحكم DAFCS إذا لم تكن متأكدا فاطلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب يجب برمجة أجهزة PCM أو معايرتها حتى يتم تركيبها بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر